السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين اي ربكم بخير تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض كبال غمروي اللي قلب الفيسبوك وكله كل ما اخش على فيديو لقيهم بيعملوا كبال غمروي معينا هنا الاول ده ربع كيلو من الرز عشان هعمل ربع كيلو من اللحمة يعني ربع كيلو الرز بياخد ربع كيلو لحمة او العكس يعني رز المصر بتاعنا العادي غسلته بس كده وهثيبه وصفته من المياه خالص ومعي هنا ربع كيلو من اللحمة ومعي كده بصلاوية مترسطة بالمنظر ده كده قطعتها اربعة اربعة عشان هنضربها في الكبه بالسولة ومعي هنا خضرة شبهة وبقدونس وكسبرة الحزم عندي صغيرة فهيدوبك اخدت حزمة من كل حاجة لكن لو عندي كبير اخدت حزمة البهرات بتاعتنا في الفل اسود ده بوهر مشاك اللي هو سبع بوهرات ومعينا هنا كمون وده هنا ملح هي دي بس البهرات بتاعتنا لو هحبت زوجت حتي توم هناخد بقى المكونات دي ونبتدي بقى نضربها اول حاجة هجيب الكبه كده وهنزل فيها بالرز الرز بتاعة انا عايزة يتكسر كده نص تكسر يعني الحبية تاعت الرز بقى نص تكسر لكن مش بنعمه قوي هديلك يضرب في الكبه لحد ما يوصل معي اللي انا عايزة اهو تمام بقى بالشكل ده لو الرز برضو بيبقى خشن زي ما انتم شايفين بس الحبية بتتكسر اتنين هفضي كده في بولة وفي نفس الكبه دي هكمل بقى بقى الخطوات اللي انا هعملها هنزل بالبصل هضرب البصل بتاعي كده ونعمه وبعد ما البصل ينعم كده هنزل عليه بقى بالخضرة هضربهم كده مع بعض تابعوني بقى الاخر الفيديو لاني بجد هقولكو الكبابة الغمروية دي طعمها نفس حاجة بنكلها تبكل بالزبط يعني فيش اي اختلاف نزلت بقى بالخضرة على الرز وبعد كده همسك اللحم برضو هدلها ضربة كده في الكبه لان انا عايزة اللحمة دي تسمج تبقى كده مسمغة لما تيجي تمسكيه عشان تيجي تصبعيه تبقى السبعة بتاع الكفتة كده القرص مسك نفسه كده اللحمة سمغت معايا كده وعملت اذا ما انتم شايفين هفضي برضو اللحمة كده عليهم وهنا بقى بضيف البهارات بتاعتي عشان انا لست هاخدوا المكونات دي تاني وهارجي اضربها في الكبه حطيت بقى معلقة من الملح معلقة من الفلفل اسود معلقة من بهارات المشكلة اللي هي سبعة بهارات ومعلقة من الكمون كل ده معالقة صغيرة هقلتهم كده في بعض بالمعلقة زي ما انتم شايفين وبرجع بقى باخدهم حبة حبة في الكبه كده وبضرف فيهم اهي دي بعد ما قلبتها هنا هبتدي بقى اخدها واروح بيها عالكبه بقى بس بتضربش الكمية كلها مرة واحدة انا عايز اقولك ان ربع اللحمة هيرمي معاك حواليك يول ربع من الكفتة يعني كمية حلوة جدا يعني غدا معتبر يكفي من ست سبعة افراد هضربهم بقى كده لحد ما ينمج كلهم مع بعض والكفتة بقى كده تمسك مع بعضيها عشان لما تبقى روس بنيجي نحط لها الشربة ليه وارس الكفتة كده ايه ماسك مع بعضه طبعا ايام زي ما اكيد كانوا بيعملوها بالهون يعني زي كفتة الروز اكيد ما كانش عندهم كبه بقى كبه والحاجات من دي يعني هفضي بقى الكمية اللي انا عملتها وهياخد الكمية التانية برضو وعملها بنفس كده الطريقة خلاص كده بقى خلصت معنا الكفتة كده بقى اتجهزة معي هجيب بقى شوية من الزيت وهديب كده بقى اصطنية وبتدي كده اعملها ارس الفلافل بس تكون سوى واحد اهو زي ما انتم شايفين كده عايز اقول لكم ماسكها نفسها بتتعمل بكل السلو بصراحة وكمان انا كنت بحطها فوق بعضيها يعني ان الكمية زي ما قلت لكم كانت كبيرة هتشوفو الكمية دات بعد ما صباحها تبقى قد ايه ما بتلزقش ولا اي حاجة يعني لما صبعت وسطنية ملت بقيت احطها فوق الارس فوق بعضيهم فبتمسكش ولا اي حاجة هنا خلاص كده خلصت الكمية بتاعتي بالمنظر ده شايفين ربع اللحمة عملت الكمية قد ايه ما شاء الله بصراحة كمية كبيرة جدا اهو كده زي ما انتم شايفين هنيجي بقى للتسوية بتاعتها تسويتها سهلة جدا هجيب بس كده حل اهم حاجة حط فيها من تحت ترنشط طماطم وترنشط بصل وحط فيها كمان ترنشط بطاطس عايز اقول لكم تبقى طعمها حلوة جدا طبعا البطاطس دي اختياري انا اللي حطها من عندي بس كتمت دية معي طعم حلو قوي عايز اقول لكم لما نازل عليها بقى السوس كده بتاع الكبال غمراوي دي خلى طعمها حلوة قوي يعني بطاطس تاكلية كده اللي عايز تعملي جنبها بقى شوية روز والتاكلية طعمها كان حلوة جدا خضرة فعلا انا طلعته حطف طبق وعملت جنبه شوية روز كده ابيض وكين طعمه حلو رصيت كده عشان طبعا ان الكبابة متلزقش معاكي وبعد كده باب ابتدي روز الكبابة كده داير ميدور ولو الحلة اتملت داير ميدور بتروسها فوق بعضيها عادي جدا لما بتتوي معاكي بتطلع معاكي لا بتلزق ولا بتفك ولا اي حاجة بالشكل دا كده بانوتي رايحة جاية معاكو في الفيديو كانت مزولاني يعني مفيش مرة خلش في المطبخ طبعا لما دي بقى لازقالي شايفينا رايحة جاية معاكو في الفيديو اخدها بقى كده حطها على النار وهنزل عليها بقى بشربة اي نوع شربة عندك هيكت شربة بط اللي انا حطيتها دي بس طبعا اي نوع شربة عندك بتمكن تحطيها وهتسبيها بقى تستوي كده هتاخد معاكي اخدت معايا ساعة لربع شايفين شكلها عامل ازاي بصراحة كان شكلها طحفة انا قررت لكم الكاميرا بس البخار بقى طالع على الكاميرا شايفين وصوص الطماطب ان احنا حطناه حلو جدا عارفين بقى طعمها زي ايه نفس طعم المنبور بالزبط عايز اقول لكم نسخة كده بجد كربونة من طعم المنبور لان هي الخلطة اللي جوا تعتبر نفس خلطة المحشي بس هي فيها عيب ان هي ما بتعمليها هي بتاكلش يعني يازم يبقى جنبها عاملة محشي عاملة اي حاجة اللي هي بتاكل بالمعلقة يعني مش هيفعة اتبعا هي فيها رز مش هيفعة تاكلها برز ولا بأي حاجة فتعمليها تعمليها جنب اكل يعني بس هيب صراحة مشبعة وطعمها لذيذ وانا قررت عاملها بالوجبات الاقتصادية يعني واحد لو عايز يعملها كواكبك اقتصادية حلوة جدا عايزها لوكو الكمية دي احنا كانيها كتابة المعلقة وكفتنا جدا كالكمية حلوة يعني لازم ان شاء الله تجربوها لأ بجد ما تستخصرش ان تتجربوها طعمها حلو جدا ومش هتحسون ان طعمها غريبة عليكم ولا جديد بطاطس طلعت معي الطبق ده تعملوه بقى جنبه شوية رز حاجة ما شاء الله يعني لايك بقى للحلوة كده للفيديو لو جربتوه ان شاء الله وشير هدقتي حتة بقى كده عشان اورها لكم لأ كان طعمها خطير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته